شهدت محافظة الجوف مواجهات عنيفة في عدد من الجبهات والتي حاولت فيها ميليشيات الحوث والمخلوع تحقيق أي نصر لرفع معنويات أفرادها المنهارة على إثر الهزائم التي تلقتها الميليشيات في المحافظة جبهة صبريان بمديرية خبو الشعف شهدت محاولات كثيرة من الميليشيات لمباغتة أبطال الجيش الوطني في موقع ضبع لكنهم سرعان ما تراجعوا مخلفين جثث قتلاهم وعتادهم العسكري وفي سلسلة جبال حام استمتت الميليشيا لاستعادة مواقع تم تحريرها من قبل الجيش لكن محاولاتها كللت بالفشل أما في جبهة مزوية بالمتون فالميليشيات تكثف من هجماتها مستخدمة أفرادا من محافظات أخرى للزج بهم في معارك خاسرة تكلفهم عددا من القتل والجرحة وفي جبهة المصلوب تحاول الميليشيات اختراق الصفوف الأمامية لجبهات المصلوب التي تتضاءل فيها الميليشيا أمام عظمة وصمود رجال الجيش الوطني جبهة الساقية غرب مديرية الغيل هي الأخرى تشهد مواجهات مستمرة كما هو حال جبهة العقبة التي تدور فيها اشتباكات عنفة واستمرار فرض الحصار من قبل الميليشيات الإنقلابية على مديرية خب والشعف إضافة إلى زراعة الكثير من الألغام على خطوط المسافرين ماجد عياش يمن شباب محافظة